التقى خادم الحرمين الشريفين على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشر في قصر الصفة بمكة المكرمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية حضر اللقاء اصمع علي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العبان ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم والسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي كما حضره من الجانب المصري الوفد المرافق للرئيس المصري